الموت وعلى المادلة الموت وعلى المادلة وعلى حكيمة انت كلها في حلقة جديدة من مسلسل الاحتجاجات المتواصلة التي تشهدها مدينة جرادة المغربية منذ نهاية السنة المنصارمة التي تفجرت بعدما خطف الموت أربعة ضحايا نتيجة ظروف العمل السيئة في مناجم الفحم الداخلية المغربية وإثرة تساعد الاحتجاجات أصدرت بياناً حضرت فيه جميع الأشكال الاحتجاجية غير المرخصة وأكدت فيه أن احتجاجات مدينة جرادة تأتي خلافاً للقانون المغربية وهو ما أثار سكان مدينة جرادة وأخرجهم للشارع مجدداً الاحتجاجات شهدت مشادات دموية بين المواطنين وقوات الأمن ما خلف جرحى واعتقالات في أوسط المحتجين أرى الحجرة والقهرة ونحن نتراجع على المطالب الأربع الأول حاجة هي إطلاق صراحة المعتقلين هذو كخوتنا وهذو كمشقيات الحراك الحراك صيد الله وثلاثة أنت على المطالب ديانا رحنا ما غديش الرجاء عليهم الماء والضوء ومحاسبات المسؤولين وبديل اقتصادك غادي نبقوا هنا ونبتين هنا تنموتوا هنا تأمر الله على الأرض ومن عليها الوضع في المغرب وحركة الاحتجاجات وتعامل الحكومة معها حرك النائب الأوروبي ميغال أوربان كريسبو الذي ضع الاتحاد الأوروبي إلى كسر الصمت الذي التزم به منذ بداية موجة القمع التي تمارس ضد المحتجين ودعا إلى احترام حرية التعبير والتجمع في بلاد محمدنا السادس الذي كثيرا ما روج إلى ما يسمى بالنموذج الديمقراطي في العهد الجديد لمملكة المخزن ترجمة نانسي قنقر